سلام عليكم ورحمة الله أخواني الأفاضل حياكم الله أينما كنتم نحن اليوم الجمعة 9 نوفمبر 2018 وهذا حديثي إليكم في السلسلة التي نتحدث فيها وسميناها تعليق أو تعليقي أو رأيي في الأحداث أو رأيي في ما يحدث كما أني يتحدث اليوم أيضا في طار معا رشاد أخ نزيم مريض وطلب مني أن أكون بدل عنه أبدأ لكم بالتحية وأبدأ لكم وأتمنى إن شاء الله خاصة الناس في شمال شرق البلاد أعرف أن في هذه اللحظات في أمطار هائلة حسب ما قريت في الميتيو وأعرف أن الكثيرين للأسف في هذه الأوضاع في أوضاع الأمطار يعانوا بشدة ويعانوا بكثرة ويعانوا من الأمطار ومن الطرقات التي تمتلئ بالمياه فأتمنى إن شاء الله أن يكون الأجواء عند الناس لباس وأن يكون المطر نافع وما يكون شتار بالنسبة لأخوانا طبعا طرحت لكم أني ممكن أتحدث في مجموعة قضايا ولكن لاحظت أن الجزر بنا الأكبر ركز على أن يكون الحديث على القضايا الداخلية القضايا الجزائرية البحتة مع ذلك وأيضا حتى أخواننا اللي رغبوا في الحديث عن القضايا الخارجية خاصة قضية خاشخجي والانتخابات الأمريكية فسأبدأ بها بسرعة يعني أعطيها بضعة دقائق ليس أكثر ثم أركز على القضايا الداخلية تنتظر أيضا أن يجتمع أكبر عدد ممكن من الأفاضي المتابعين وبالنسبة للخاوان اللي يتابعوا أيضا هذه يمناية ليست يسرعية فأنا يميني يعني منيش يساري في الأكل والشرب رغم أن هناك حوالي 8% من البشر في هذا العالم حوالي 8% خلقهم الله يساريين أو قوشيس كما يسمى بمعنى أنهم يعكلون باليد اليسرى أو يستعملون باليد اليسرى مثلما يستعمل العامر عادة الناس اليد اليوم عموما قضية خاشخجي لعل الناس ريتبع فيها بكثرة أهم شيء فيها أهم نقطتين فيها نقولهم لكم بسرعة النقطة الأولى هو أن الأطراك انتهوا وصرحوا وقالوا بأن ليس هناك جثة لأن باختصار بسيط الجثة بعد أن قتل صاحبها قطعت وعلى الأرجح أنها أذيبت ليس على الأرجح الآن أصبح القرار رسمي من الأطراك ليس تسريب أنهم أذبوه أذبوه وين؟ أذبوه فلسيد يعني محاوة حتى من الوجود حتى كجثمان حتى كجثة هذه القضية الأولى القضية الثانية أن الراعي الأكبر للنظام السعودي وكل أنظمتنا بكل أسف وألم ترعاها القوى الاستعمارية الكبرى واحد ترعاه فرنسا واحد ترعاه أمريكا واحد ترعاه روسيا واحد يرعاه وثنين فرنسا وأمريكا واحد يرعاه فرنسا وروسيا إلى آخره الراعي الأكبر بالنسبة للنظام السعودي ترامب لخسر الانتخابات ومع ذلك خرج يتبجح يذكرني بعض المسؤولين الجزائريين الراعي الأكبر صرح من أنه سيتأخذ قرار سيتأخذ موقف حاسم وقوي في الأيام القادمة الأسبوع القادم قال عنده لقاء مهم جدا يتم بمناسبة الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى تسمى الحرب العالمية الأولى هي في الحقيقة كانت حرب أوروبية أساسا وحرب بين البيض حتى عندما دخلت لها أمريكا بقيت حرب بين البيض وبين المسيحيين لكن مع ذلك دخلوها بعض الأتراك ربما شاركوا قلة فتسمى حرب عالمية لكن هي في الحقيقة حرب أوروبية نصرانية بين البيض أساسا راح يجتمعوا عدد كبير يجتمعوا في فرنسا في يوم الأثنين القادم بمناسبة الذكرى المئوية لهذه الحرب المدمرة قتلت وجرحت عشرات الملايين من الناس وفي هذا اللقاء سيجتمع ترامب بأردوغان وعلى الأرجح سيتفقان على شيء معين على الأرجح على الأرجح أن أردوغان سيبقى بموقف مبدأي في الموضوع وهو كشف الآمر الرئيسي والفاعل الرئيسي في هذه القضية وهو بن سلمان طبعا بالنسبة بالمناسبة إخواني إذا كان فيه مشكل في الصوت أو الصورة خبروني أيضا وأتمنى لا تقوم موبيليس مثل المرة الماضية بتخفيض الأنترنت على الجزائريين وقطعها أحيانا لأنه لو كانت استمر موبيليس في هذا العمل الباعث إن شاء الله نتخذ ضدها ونقول للناس يخذوا حملة لقطع لابتعاد عن موبيليس نهائيا حتى يروحوا للشركات الأخرى وإن كانت شركات ليست بعيدة عن بعضها البعض ولكن على الأقل لا يكونوا بهذا البشاعة وهي بشاعة موبيليس التي أصبحت قبيحة وهي تعرف أنها من ناحية القانون الدولي ومن ناحية الارتباطات الدولية لو ترفع بها قضايا على المستوى الخارجي فإنهم ربما ستكون هناك عقوبات شديدة وربما لا تتعاون معها كثير من الشركات الخارجية عندما يعلمون أنها ليست أكثر من وسيلة في أيدي هذه العصابة الحاكمة نحن نعرف أنكم تقدمون تتجسسون على الناس تسجلون للناس ليأمركم بها المخابرات إلى آخر أنتم غيركم لكن لا تبالغون حتى تذهبون إلى تخفيض الأنترنت لأن فلان أو فلان أو علان راح يدير لايف عيب عليكم إذا يرعبكم لايف فهذا عيب قلت إذن على الأرجح أن ترامب إذا لم يطلب بن بن سلمان الرحيل مباشرة وعلنا فإنه سيقولها له بطريق غير مباشر وهذا لماذا أذكره مرة أخرى هذا سيؤثر فينا سيؤثر فينا كجزيريين سيؤثر فينا كمسلمين سيؤثر فينا كبشر سعودية ليست شيء البسيط ما يحدث سعودية مهم جدا ليست لأنها من أكبر منتجي البترول وبالتأكيد أكبر مصدر للبترول ثلاثة أكبر منتجي البترول في العالم هم الولايات المتحدة روسيا والسعودية لكن السعودية هي أكبر مصدر للبترول في العالم ليس هذا فقط ولكن أيضا لوقعها الموقع الاستراتيجي في منطقة الجزيرة العربية لوجود مكة والمدينة الأراضي مقدسة للمسلمين قربها من أماكن متفجرة جدا مثل العراق مثل اليمن اللي هي متسبة في خرابها مثل مصر ليست بعيدة عنها إلى آخره ناهيك عن الدور البائس دائما لأهل سعود فيما حدث إذن اختصارا نتجه إلى ضغوط أكبر بحيث أن بكل تأكيد أن ابن سلمان قد يدفع ثمن غاليا وغاليا جدا خاصة أن قوة أخرى وعلى رأسها ألمانيا زعمتها ألمانيا لا تريد أن تتنازل في الموضوع باعتبار أنهم وصلوا إلى أن ابن سلمان هو القاتل يعني شوف باش نكونوا عادلين أيضا هذه القوة الغربية كما نعرف تاريخيا أقدمت على استعمار العالم بريطانيا فرنسا بلايات المتحدة جزئيا إسبانيا البرتغال إلى آخره وارتكبت جرائم ليس لا حدود ولازالت لازالت هناك جرائم يعني اليوم نقرأ في تقرير أن على الأقل الولايات المتحدة على الأقل تسببت وقتلت خمس نصف مليون إنسان ما بين العراق وأفغانستان بطبيعة الحال كثير من مصادر أخرى تتحدث على العراق واحد وأكثر من مليون وربما العدد في أفغانستان لا يقل عن 300 ألف إذن هؤلاء القضية تخشقجي بالنسبة إليهم ليست لأنه قتل فلانا وقتل لا لأنه فيطار الصراعات الدولية وفيطار الجرائم التي ارتكبها بن سلمان وفيطار الصراع الأمريكي الأمريكي داخل أمريكا ما بين ترامب وخصومه وفيطار الصراع ما بين بعض القوى الغربية وترامب وخاصة ألمانيا أساسا وترامب ولكن أيضا الفرنسيين وبعض الأطراف الأخرى كل هؤلاء وجدوا في قضية خشقجي فرصة لتسديد الفاتورة لبن سلمان ومن خلاله يريدون ترامب بطبيعة الحال هذه الانتخابات التي جرت بضعة الأول أمس ضاعفت وعمقت مشكلة ترامب فالديمقراطيون فازوا بما يعرف بالحاوس أو البرلمان يعني فازوا بغرفة البرلمان الأولى أو الدنيا لأن عندهم اثنين عندهم البرلمان الغرفة هذه اللي يسمى غرفة النواب وعندهم مجل الشيوخ غرفة النواب هذه فيها 435 مجل الشيوخ فيهم صحيح أن حزب الجمهوريين حزب ترامب حافظ على قوته داخل ربما حتى فاز كرسي أو اثنين زيادة بمقعد أو اثنين زيادة داخل الشيوخ لكن داخل مجلس النواب خسروا ومجلس النواب مهم جدا لأنه يستطيع مجلس النواب يستطيع نظريا يبدأ بما يسمى بالأمبيتشمت أي بداية أجر إجراءات العزل لترامب هذا سيعمق وشفنا كيف دخل ترامب في خصومه حتى مع صحفي وكل هذه الأشياء نحن مقبلين على المنطقة في المنطقة العربية عموما وبما فيها ربما في الولايات المتحدة على قلاق أكثر مما مضى هذه القلاق هذه القلاق للآن تصيب نحن بطريق مباشرة غير مباشرة بالمناسبة مثلا نعطي لكم كيف أثرت فينا نعرف أن بدأت عقوبة أمريكية على إيران قبل أربعة أيام يوم الاثنين الماضي وكان الجميع يعتقد أن سعر البترول سترتفع لكن الأمريكيين أمروا السعوديين بأن يمدوا مزيد من البترول على الأقل أدخلوا نصف مليون هناك من تحدث عن مليون برميل جديد إلى السوق هم والإمارات والكويت حتى لا ترتفع الأسعار الأسعار ليس فقط ما ارتفعتش الأسعار انخفضت أكتوبر هذا اللي كانت الناس كلها تتوقع أن أسعار البترول سترتفع نتيجة لبداية العقوبات على إيران انخفضت بحوالي 20% بمعدل 20% في أكتوبر وقد تنخفض أكثر هذا يعود لما سيجري داخل الصراع اللي قائم الآن ما بين الولايات المتحدة وإيران من جهة وطبعا إيران عند بعض الحلفاء الصينيين الأتراك الروس إلى آخره نحن قادمين ومقدمين على أوضاع مهمة ومهمة جدا وتلك الأوضاع ستؤثر فينا شئنا أم أبين كجزائريين كمنطقة مغاربية أيضا كشمال إفريقيا أيضا وكمنطقة وكمسلمين عموما هذا ما أردت أن أقول حتى لا أخيب أمل الإخوان اللي طلبهم أيضا أن أتحدث في الموضوع كنت أتمنى أن يكون لي فرصة فأتحدث أكثر ولكن رأيت أن الأغلبية الغالبة هذه المرة أصرت على أن يكون الحديث عن المواضيع الجزائرية بشكل خاص ويطالة الحال سأشير من هنا إلى كل مرة ربما إلى ربما قضايا أخرى مرتطة بها واضع الجزائرية كثيرة هذه الأيام في موضوع ما قالوا يطلق صراح الجنيرالات الاعتقال الخمسة الجنيرالات اللي كانوا في في الاستغفر الله اللي كانوا في الحجز حجز مؤقت في من يقول خمسة في من يقول ثلاثة اللي يطلقوا يقولوا أنه بجمع أبو دواور والحبيب شنتوف ما زال داخل الحجز وهذا ولا صح وهناك قضية ما عرف بشبكة بشبكة أمير دي زاد المزعومة وقضية الصحفيين اللي سجنوا وقضية الكوميديين وقضية الرياضي والآخرين العشرات من الجزائريين اللي تسبب صاحب قناة العار بسجنهم بطواطع مع بالقصير قائد الدرك اللي أصبح وكأنه وكأنه حارس عنده وليس رئيس درك أنه مفروض أنه درك وفي أكثر من سبعين ألف عنصر أصبح بالقصير هذا الجنب بالقصير اللي وضعه قايد صالح قبل أيام ومعروف بفساده العالم على كل حال فساد رهيب هذا بالقصير يعني إن شاء الله كاشنار يكون عندنا الملف كله ونعطيكم تفاصيل فقام فقام كما تعرفون بتحريض من سحب قناة العار وأعتقل من أعتقل هذا موضوع ثاني الموضوع ثالث هناك أيضا ذكرى ست سنوات ونصف البارح مرت ست سنوات ونصف على خطاب طاب جنان وفتع ستيف من يماي آخر خطاب للمحنط منذ ذلك التاريخ وهناك موضوع أيضا عن رب راب ولقاء وصورته برئيس ماكرون وانزعاج البعض لأنه ربما نزعجوا من تعليق وضعته حول رب راب ولماذا ينزعجون هناك أيضا موضوع يخص شمس الدين الشيخ شمس الدين بوروبة خلينا نسموه الشيخ نحافظه على اللقب مدم يريدو وقد رد على تعليق كنت أنا قدمته حول ما سماه فتوى القدس إن شاء الله أيضا كل فرصة باش نتحدث عليها إذن عندنا مجموعة أشياء ومجموعة نقات خلينا نبدأ من قضية قضية هذا اللي يسموه الرئيس بوتفليق عبد العزيز بوتفليق طبعا مش راح نجيب لكم إضافة شفتوه في أول نوفمبر شفتوه كيف ظهر المسكين شفتوه كيف كان في وضع بس يؤلموني ذلك والله يعني مهما كان أعرف أنه مجرم بكل الطرق ومفسد بكل الطرق وعندي تفاصيل تفاصيل حتى أشياء لا نستطيع حتى نحكيها لكم يعني فيما يخصوا لكن مع ذلك يبقى بالنسبة لي بشر وكيف تشوف بشر هكذا يعني أنا لو كان شفت حشاكم كلب بالطريقة هذيك لكان غاضني يعني لو كان شفت قد بهذيك الطريقة يغيذني يعني مربط مربوط مثل ما يربط رضيع مربوط في في الكرسي وضع له شيء على الطريقة على يد اليمنى هكذا منتفخة و إضافة إلى رجليه من تحت كيف مسكنهم وهو في عالم آخر في عالم آخر وتشوف عينيه وكأنه لا يعرف أين هو موجود فكان الصورة تبقى دائما مؤلمة يعني يبقى في نهاية المطاف هذا عبد العز بوتفليقة يعني يبقى بشر ويبقى بالنسبة لأن الجزائريين يقول الرئيس الجزائري وكتسمع في القانوات من المرنحين لآخر يجيبوا بعض السوفهاء اللي يدفوا عليه البارح كنت وضعت لكم هنا على الصفحة نوعين نوعين نموذجين شخص وشخصة ذكروا أنثى قلت شخصة يعني بينسير يعني 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 تهكما عليهم باش ما يقولش الناس رهما غلط فيها تهكما على هذا الأشخاص يعني يعني الصحفي بالنسبة لهذه ظهرت وحدة منهم اللي يعطينها منصب إلى آخره يقول لها لكنه مريض ولا جعل العالم الجميع يعلم أنه مريض يقول له لا مش مريض يعني أصبح طريقة طريقة اللي يدافعوا بها مش فقط طريقة بائسة وأنهم ليس لهم أي منطق وليس أي عقل في الدفاع وليس أي كلام مقبول لا يقبلوا حتى الأطفال أصبحوا مضحكة يعني يضحكوا عليهم الناس لكن يقول هرهوا فيه يعني راني نشوفوا العالم أجمع يشوفوا أنه مريض وكان في الكرسي مريض وأنه مقعد تقول له لا مش مقعد يعني تفخد عقلك واحد نفس الشيء دار مع قناة أخرى أيضا الأولى كانت هذه مع قناة بي بي سي عربي والثانية نظن كانت مع قناة العربي الجديد والصحفية تقول له لكن الرجل مريض والرئيس مريض لماذا يقول لا مش مريض نحن لا نراه مريض ثم إذا كان مش يمشي على الرجل أو عقله يمشي يعني عقله يمشي يعني يعني والله شوف لو كان جاء هذا بودفليقة بش يقبلوه بش يدخل يدير رئيس بلدية في آخر بلدية من بلدية الجزائر آخر بلدية نائية لو كان قدم أوراق ملفاته مثلا موش رئيس بلدية يدير برقة عضو في البلدية يقول لا لا تصلح عضو في البلدية ما يدير ولا شي يجتمع برقة شوية وممكن ينهب مع الناهبين يقول له لا لا نقبلك لكن يجوه ويحب يقلع العالم يقلع الناس يعني ما كفهمش الفضايح داخل الجزائر يحب يقنع العالم والعالم يشوف فيهم ويضحك يقول الكائنات هذي من نجات هذي يكون طحوا من كوكب آخر يعني كان كوكب آخر الآن زحل أو المشتري أو مريخ وفيه فيه مخلوقات ونزلت علينا لو كان عرفت لما شافت بللي بوتفليقة في هذاك الكرسي وهو في حالة شبه ميت بللي هذا منتهي مسكين موش مهوش مريض منتهي هذي الطريقة لما يشوفوها الناس وانا كنت شوف تعليقات أمس كيف كانت الناس تشعر بالاستفزاز الاستفزاز الشديد مش فقط الاستفزاز أموما فالوضع يستمر يستمر كما هو أو السعيد ماضي يريد عهدة خامسة لكن المشكلة أن هذه العهدة الخامسة في حولها سراعات حولها سراعات كين أشياء تفجرت ونعرفها وكين أشياء راه على أبوابا تتفجر وكين خلافات راه كبيرة وكبيرة جدا بالمناسبة وعلى ذكر الجنات الخامسة الجنات الخامسة راه ما هو مشكلة الفساد لو كان يجوب شيء على الفساد راه من من تسعين من تسعين إلى خمسة وتسعين بالمئة من المسؤولين الجزائريين اليوم سواء كانوا في المناصب العسكرية أو في المناصب المادنية كلهم يدخلوا السجون يعني إذا استثنين عشرة بالمئة نكونوا جيدين من الولات من الوزراء من الجنرالات من العقداء إذا استثنين عشرة بالمئة سيكون جيد لأنه أصبحت الوظيفة وأصبح المنصب بالنسبة لهؤلاء أصبح ليس طريقة لخدمة البلاد أو لحدود الدنيا حتى من خدمة البلاد لا لا مش هذا كله أصبح قضية كم تنهب كم تأخذ من عقارات كم تأخذ من بيوت كم تأخذ من أموال كم تأخذ من كذا كم تأخذ تفتح شركات تحرب أموال هذا هو أراضي صحراوية أراضي فلاحية قروض بنكية هذا هو ما هو قائم بكل أسف وألم إذن فالجنرالات هذون نحن عارفين على أش كان لعلهم تأكدوا من أنهم ربما كانوا يفكروا في الإطاحة بالقايد صالح ليس انقلاب كامل على النظام وإنما الإطاحة بالقايد صالح هذا هو الذي كان أزعج للقايد صالح وأنهم كانت هناك فكرة للإطاحة به والاحتفاظ على على الأرجح نشنتوه والذي كان سيتولى منصب القايد صالح وثم هم يقررون ما يفعلون في الموضوع لكن قايد صالح اغتنم فرصة الكوكاين و700 كيلو جرام كما تعرفونها واختنمها فرصة للإطاحة بكل خصوم وما زال يفعل ما زال هم جايين ترتاقوا على الأبواب برغم أن ترتاق خصومته أكبر يأخذ فرصة باش يسقط ترتاق بنجها ثم في لحظة معينة قد يقدم على شيء بعد نتكلم والي إذن فتعليقي هو هذا طلقوا ثلاثة منهم بقشنتوف وبقابو بودواور بودواور باختصار بسيط لأن الفضيحة كبيرة جدا ولأنه متورط خاصة في نهب أموال قدماء الجيش قدماء الجيش هذو اللي قاموا باحتجاجات وإضرابات وهجوم ومحاولة لدخول العاصمة في كل مكان عندهم عدة سنوات الآن سواء كانوا مشطوبين أو متعاقدين أو متقاعدين أو سميهم ما شئت أو أصحاب اللي يزادلهم 6 شهر أو اللي يزادلهم عام كل هؤلاء كان الأموال المخصصة إليهم على الأرجح أن بودواور كان يقتطع منها بعض المعلومات تقول أنه كان يقتطع منها 6,000 دينار لكل واحد كل واحد ينحلو 600,000 للشهر وحسب أنت إذا عندك 200,000 فقط هما أكثر بكثير لكن خلنا نقول 200,000 فقط 200,000 نحل كل واحد 200,000 6,000 دينار أحسبوها أنتم كم ستكون يعني آلاف المليارات كل سنة نقطة الأساسية في هذا الموضوع إذن هو أن الصراع ما زال مستمرا فيه كان على ما يبدو كان تقديم كان لطاحة بقائد البوليس أو رئيس البوليس هذا العقيد الهبيري كانت على الأبواب لكن ربما شافوا أننا ذكرناه وتحدثنا على شكل يرهم جايبين حتى وعطيناهم الأسم لآخره قبل ثلاث أسابيع كنت ذكرتنا هذا الموضوع فربما تأخروا قد يكون هذا السبب وقد يكون أسباب أخرى لكن أنا أعرف أن أنهم يتابعون ما نقول ويتابعونه بدقة لأنهم يعرفون أن أكثر الأشياء ربما مش أكثر يعني تقريبا كل ما قلناه لهم يعرفون أنه صحيح وأنه يصدر حيانا من عندهم ومن مكاتبهم ناهيك على أن أشياء نصل لها بالاستنتاج وبالاستقراء وبالمنطق وهم يعرفون أنها صحيحة مين ذاهبون في هذا موضوع للجنيرالات ما زالت المعركة مشتدة لم يتفقوا بعد على العهدى الخامسة صحيح أنهم ساكتين وأنهم مشيين من حيث المنظور أنهم مشيين في قضية العهدى الخامسة قناعتي أنه لن تكون هناك عهدى خامسة ليس فقط لأن الرعي الأكبر الفرنسي والأمريكي عندهم بعض التحفظات ولكن أيضا ولكن أيضا أيضا لأنه الداخل في الداخل هناك من يشعر بأن عهدى خامسة يعني سقوط العصابة كما يقولون سقوط النظام يعني سقوط العصابة وسقوط العصابة لا يساعدهم فيه الآن ليرى عندهم قصور عندهم بلاد عندهم يعني اللي بالأموال يعني اللي يكون بمئات الملايير والكاش بإعلاف الملايير في الداخل والخارج والنفوذ والسلطان والباسبورات الدبلوماسية وكذا سقوط النظام بالنسبة إليهم هو موش فقط دخول إلى الجحيم هو ما بعد الجحيم سقوط هذا النظام بالنسبة لعناصره هو أسوأ من الجحيم بالنسبة للمؤمن لأنهم يعتقدون أن هذه هي الحياة وهذا هو الذي يجب أن يذهبوا فيه خاصة أن أولادهم تعلموا على البعثرة الأموال بلا حدود وبلا نقاش في حين يجوع اليوم أسر جزائرية تجوع وفي حين الملايين لا يجدون عملا وفي حين الملايين لا يجدون سكنا وفي حين الملايين لا يستطيعون الزواج وفي حين الملايين يريدون أن يهربوا كل هذا مع ذلك ما زال ماضين في فا هذه الخصومات ما زالت لم تحسم والخروج بوتفريقة بهذه الطريقة من بين ربما نتائجه السريعة هو إسقاط أويحية أنا كنت تكلمت عليها من قبل وقلت أن أويحية لم يبقى له الكثير كنت تكلمت هذا في سبتمبر قلت لم يبقى له الكثير على الأرجح أنه الآن على أبواب أن يدفع في أي لحظة ولماذا كان بين المؤشرات أن ما يسمى بوزير العدل طيب لوح شن عليه هجوم عنيف يوم الأثنين واضطر ويحيى أن يرد يقال لي أنه فيها الانترنت رأي تقطع في الجزاء هو ذلك إذا تأكدنا من هذا الموضوع ومن فضلكم أبعثونا التفاصيل كيف يكون قطع إلى آخره وإذا كانت خاصة الموبيليس أو غيرها فإننا بإذن الله هذا الموضوع لن نتركه يمر لن يتركه يمر أنهم لم يكتفوا بخنق الجزائريين بقنوات فاشلة وفاجرة أنهم لم يكتفوا أنهم لديهم الجرائد والجرائد والقنوات وكثير من الصفحات التي شارعينها وكثير من المطبلين ولكن حتى عندما يكون هناك هذا الشخص أو ذاك يتحدث وبما لا يعجبهم يقومون بضرب الأنترنت للجزائريين بإذن الله لا نسكت على ذلك إذن قلت في خذم هذا شن هذا وزير العدل هجوم على أويحيا وهو مؤشر على أن أيام انتهت أويحيا كما نعرف جناح التوفيق كان وسيظل وهم يعرفون ذلك وابقوا عليه حتى يستطعون أن يخلوا في مكان معين يتحكمون فيه زاد واحد اسمه زياري كان يسمى برئيس البرلمان قبل سنوات زاد غرق أويحيا حينما قال من أنه هو الوحيد الذي قد يصلح لخلافة بودفليق قالها قبل يومي فهذه طبعا ستعطي للسعيد وللقايد صالح للا يتحمل أويحيا إطلاقا لا يتحمله إطلاقا ويعرف أنه كان دائما عميل عند التوفيق لخصمه التاريخي يعطوه فرصة لكي يتم طرده الأيام القادمة سنرى فيها تغييرات ربما في خلال أسبوع هذا الجي على أبعد أبعد حد الأسبوع اللي بعده تغييرات تبدأ بطرد صاحب المهمات القادرة وربما تشمل أشخاص آخرين خاصة من المقربين منه في كثير من الوزارات والإدارات وربما حتى داخل الجيش والشرطة الآن أعود بكم إلى ما عرف وما سمي خداعا وكذبا شبكة أمير ديزاد شبكة أمير ديزاد راكم تابعوا فيها را هي قريب تولي مسلسل مكسيكي بدأت في 2 أو 3 أكتوبر الماضي مرة لها الآن خمسة أسابيع أو يزيد قليلا وآخر أخبارها راكم أيضا ربما تبعتها هي أنه تم إطلاق صراح بعض أهم الموقفين اليوم تم إطلاق صراح صاحب الموقع ميديا فارت عبدو عبدو وصديق ثاني مروان أعتقد وواضح أن القاضي لم يجد شيء في الملف بالنسبة للمشكلة على القضاة هذون قبل أن نذهب للقضاة دعونا نرى أيضا بسرعة كيف تم اعتقالهم يعني سواء الصحفي عبد الرحمن عبدو أو زميل مروان كلاهما اعتقل ونقلت جريدة الخبر صوى قناة العار نقلت وصورت طريقة اعتقالهم وأخذهم قبل حتى أن تكون هناك شكوى يعني ملومات اليوم خارجة والمحامين في دفاعهم قالوا بأن الاعتقال تم في الساعة ثنين ونص وبالتليفون يعني قالوا له أروح عندنا بالتليفون اعتقلوه بالتليفون نحن نعرف قضاء التليفون ممكنش عارفين اعتقال التليفون فلما رح عندهم اعتقلوه وقالوا لورك الآن محبوس طيب أين هي الشكوى ما في الشكوى على الخمسة جاء صاحب قناة العار قدم شكوى بمعنى الاعتقال قبل حتى أن تكون هناك شكوى هذه بطبيعة الحال أي مش محامي مبتد أي دارس في القانون مبتد يقول لهم انتم ارتكبتم هنا كارثة في هذه القضية وكان على القاضي لو كان جاء فعلا قاضي نزيه أن يلغي القضية نهائيا لأن الطريقة التي اعتقل بها هذين الصحفيين كانت طريقة خاطئة بمعنى ان بالقصير ارسل داركو ودارك باب جديد يعني المقر الرئيسي للدرك لاعتقال او لطلب من صحفي ان يأتيهم والاعتقال عدد من الاخرين قبل ان تكون هناك شكوى اشتوين ونصل لعبث في الجزائر تعتقل ثم يجي المشتكي باش يشتكي طيب المفروض حد ادنى هو ان تكون هناك شكوى ثم يأتي الاعتقال والمفروض ان الاعتقال يتم بقرار قضائي ايضا هذه ايضا ادنى محامي ادنى درس للقن يعرف هذا لم يكن كل ذلك وضعهم 17 يوم طبعا هناك اعداد اخرى مثلا ما زالوا في السجن في شقيق امير الهواري ما زال في السجن في دوب فوضيل دوب ما زال في السجن في اخرين اللي اسمعهم مش مشهورة ما زالوا في السجن في اللي يسمى ريدا سيتي ما زال في السجن في بوعكاز ما زال في السجن وعلى ما يبدو ان كلهم تمت طريقة الاعتقال بهذه الطريقة اعتقلوا ثم يجي المشتكي والمشتكي هما ثلاث اشخاص صاحب قناة العار ما يسمى بوالي العاصمة زوخ وما يسمى برئيس بلدية جزائر الوسط ليس هذا فقط على حسب ما قرأت من ما تسرب من المحاكمة ان التهمة ليست باسمه اشخاص فيما يتعلق بالوالي ورئيس البلدي وانما باسم جيهات بمعنى ان تهموهم بما يسمى لكن لولاية العاصمة ليس لزوخ وهذا خطأ اجرائي اخر اخطاء متكاملة اخطاء متراكبة اخطاء لو كان القاضي قاضي سواء قاضي التحقيق المفروض انها اصلا ما تصلش لقاضي الحكم عند قاضي التحقيق يقول هذا الملف فارغ لكن قاضي التحقيق ماذا به واعتقلوا الناس وظلوا الناس مساجين الان كاليرا ما زال مساجون كما قلت وجاء القاضي ليقول اليوم يطلق صراح صحفيين اثنين ندرك نقول لكم لماذا اطلقوا صراحه ولكنه اسأب قعل ما يسميه لاستكمال التحقيق بمعنى نطلقكم احرار لكن القضية ما زالت متسارعة يا قاضي التليفون لو كان لديك ذرة كرامة ذرة كرامة واحدة كنت تقول هذه قضية فارغة لا معنى لها لان فيها اخطاء اجرائية اساسية ومن الاخطاء الاجرائية تكون في صالح المتهم وليس في صالح المشتكي ويبقى المشتكي ما بعد ان يتظلم على طريقتكم في القبض على الناس هذا شيء الامر الثاني يا قاضي التليفون لو كان لك ذرة كبرية وكرامة هل تقبل ان قناة العار تدين هؤلاء المعتقلين قبل ان تدينهم انت هل تقبل ذلك هل تقبل بان قناة تأتي وتصور الناس وتضحم لعدة ايام وهم يفوتوا فيهم في الجريدة وفي القناة بان هؤلاء في شبكة ميرديزاد ونهبوا وابتزوا وفعلوا وانت لم تحكم بعد كان المفروض ان تأتي بهذا صاحب قناة العار وتسجنوا لو كان عندك ذرة كرامة انسانية ذرة واحدة نهيك لو كان عندك فكر قانوني حقيقي وتحترم مهمة القضاء لأقسمت انك ستحكم بالعدل لكن للأسف قضاتنا إلا ما رحمه ربي هم كلهم قضاء تلفون على استثناءات قليلة وهذه الاستثناءات كثيرا ما يضعون على الصف أو على الرف أو يرسلون للتقاعد هذا إذا لم يهاجروا البلد ثم تعرفوا لماذا اطلقوا الصحفيين الاثنين ومن قبلهم ايضا اثنين أو ثلاثة من المعتقلين لأنه باختصار بصير ثارت ضرجة خارجية على الموضوع ليس فقط في الفيسبوك وليس فقط تعليقات الجزائريين ومتابعتهم ولكن أيضا على بعض القنوات والأخطر بالنسبة الذي لا يتحمله السعيد ولا العصابة التي تحكم البلاد هو أنه كتبت جريدة لومونت قبل أربعة أيام عن الموضوع وكتبت جريدة ليبيراسيون أمس أو أول أمس على الموضوع حينما يكتب الإعلام الفرنسي يرتعش حكام الجزائر لأنهم حكام بلا شرعية ولأنهم باختصار بسيط يتلقون الدعم ويستمرون في النهب ويستمرون في السلطة ويستمرون فيما هم فيه نتيجة لفرنسا فقط إخواني تقولوا الإنترنت ثقيل الله غالب يعني هذه هي العصابة التي تحكمنا لكن إن شاء الله طبعا هذا سينزل فيما بعد سينزل على اليوتيوب وسينزل أيضا على الصفحة ومن لم يستطع المتابعة الآن فسيشاهده فيما بعد سنظل نقول كلمة الحق إلى آخر نفس من هذا الجسد الفاني بإذن الله إذن قلت حينما بدأ الإعلام الفرنسي يكتب خاصة لبيراسيو والأخطر منها ليوموند بدأوا يرتعشون في كلوب دي باع وما جاء ورح بدأوا يرتعشون العصابة بدأت ترتعش لأنها بدأوا يفهمون أن هذا بالسعيد بدأ يفهم أن هذا سيفسد له الخطة خطة العهدى الخامسة وأنه إذا كان استخدم صاحب قناة العار اللي هي في الأصل أموال الشعب الجزائري مدها السعيد ومعها توفيق عن ذاك عندما كانوا متفاهمين لهذا الفاجر المفسد صاحب القناة كانوا يعتقدون أنهم عندما يقدمون على ذلك فأنهم يستطيعون أن يضربوا الصفحات المؤثرة في انتقاد هذه العصابة خاصة صفحة أمير دي زيد وأنهم أيضا يسكتون بعض الأصوات الخارجة عن الصف عن السل لكن الآن بدأت الآية تنقلب وحينما تنقلب الآية فإن رأس صاحب قناة العار سيصبح في المزال الآن لدينا تجربة من قبل هذه التجربة تجارب لكن خلينا نذكركم بتجربة أخيرة في 2013 شن سعداني هجوم عنيف على ما كان يعرف بربة زير توفيق الجنرال توفيق وظلت هجومات سعداني متواصلة حتى تمت الإطاحة بتوفيق حينما تمت الإطاحة بتوفيق بعدها بأشهر أطاحوا ب سعداني ولماذا سعداني يستخدم مثل ما يستخدم أحدكم الورق المندين الكلينيكس يستخدم الكلينيكس يستخدموا مثل الكلينيكس وأنا قلت قلت هالو أعتقد على البي بي سي قلت له أنت قالوا لك قول قال لي أرواحهم تعاونوا باش نحوا هذا الجنرال لا تديروا الدولة المدنية إيه لك أنت تدير الدولة المدنية بالطريقة اللي رك تدير فيها فقت له على أنه قت له شوف أنت قالوا لك قول رك تقول وخضر أخر يقول لك توقف تتوقف وهذا اللي حدث منذ سنتين تقريبا اختفى سعداني نهائيا أو يكاد من الصورة لأنهم باختصار بسيط أدى الخدمة الذي كان يجب أن يؤديها وهو أن يستمر في التهجم يعني كان صراع ما بين العصابات يستمر في التهجم على توفيق يضعفه إلى أقصى الحدود يتم الإطاحة بالتوفيق يتم إزاحة سعداني يقولوا لو روح خلاص ركناها مئات المليارات ونحن نعرف ذلك ورح تمتع بهم في فرنسا وما جاو رح هاك عندك ليفلات وعندك الأموال وعندك ورع عندك الباسبورت ديبلوماسي وما تخمم شروح ها وهذا وشالدار إذن بالنسبة لصاحب قناة العار وبالنسبة للشيطان السعيد الآن سيرى من أن صاحب هذه القناة أصبح بالنسبة إليه مشكل الإنجليزي يسموها يقول لك from being an asset ولا لهم a burden بدل ما يكون مكسب أصبح عبء نحن نعرف أنهم أنشأوا لجريدة النهار في 2007 أو 2008 وهو قال يومها أنهم شراولوا المقر 47 مليار يعني أنت تكون صحفي وأنا استمعت قبل قليل هو يقول أنا عمر إليه خدمت عند الدولة وكنت في القطاع الخاص يعني لم يكن في القطاع الخاص كان إما مراسل لجارة الحياة التي كانت تصدر هنا في من الجزائر وكان يملأ جارة الحياة أكذيب وخداع ومكر وكذب بلا حدود أو كان في صحيفة الشروق وفي صحيفة الخبر قبل أن ينشئوا لجريدة الحياة كيف تستطيع أن يكون عندك 47 مليار سنتيم للمبنى فقط بدون الآلات وهذا بتصريحه إذن تلك أموال الشعب الجزائري تلك أموال الخزينة العامة لأنه كان يجب أن تشتغل 4000 سنة باش يكون عندك 47 مليار إذا افترضنا أنك تضع مليون أو حتى 4 ملايين في الشهر جانبا ثم أنشأوا لقناة لكن الآن هذه القناة التي تقوم بهدم المجتمع الجزائري بتخريب المجتمع الجزائري بنشر الرذيلة على المدى الواسع بي 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 كل هذه الأشياء إذا أربكت سعيد في موضوع الخطة الخامسة وهي قد أربكته لأنهم كانوا قالوا لهم لما نعتقلوا هذه المجموعة سنسكتوا صفحات لبرا في الفيسبوك ورح نخوفوهم ورح نعملوا كذا ورح نوروا العالم أنه في ابتزاز وربما نطالبوا حتى فرنسا أن تعتقل أمير لموجود عندها باعتبار أنه يبتز الآخرين فاشلوا وسيفشلون لأن ليس هناك أدلة ليس هناك أدلة ولا يمكن أن يكون هناك أدلة لأن ما أعرفه أن ليس هناك ابتزاز على الإطلاق كل ما هناك هناك معلومات وهو بالمناسبة اعترف أن المعلومات التي تصل أمير ديزاد ليست خاطئة وإنما قال أن الجهة تعطيها لو اتهم ترطال هو اليوم هذا صاحب قناة العار يتهم ما يسمى برئيس المخابرات ترطال من أنه يتعامل مع أمير ديزاد ويعطي له ملفات ذهب أكثر من ذلك وزير في الحكومة الحالية أيضا يمت في الملفات وعجبا لهذه الحكومة ولرئيس الحكومة ولما يسمى برئيس المخابرات ورئيس الشرطة ورئيس القضاء كيف يقول شخص ويزم أنه صحفي وعنده مجمع وأن هناك وزير متورد ولا يخرج واحد يطلب منه يقول له هات الدليل أعطينا اسم الوزير وإلا سنلقي عليك القض بتهمة البلغ الكاري بتهمة تشوي حكومة 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 يقول أن فيها وزير يتعامل مع حراج هو ويقول هذا الكلام ويعطي له في الملفات طيب أي حكومة هذه هذه ليست حكومة جمهورية الموز لريبيبليك بانانيار هذه رحنا أبعد من لريبيبليك بانانيار أبعد بكثير اليوم لم أستطع أن أكمل ما كان يقوله لأنه كلام ركيك في قناته جايب صحفية هكذا أو ما يبدو أنها صحفية ويكرر في كلام لا معنى نحن الجزائر ندافع الجزائر ربيع العربي حسبونا الله نعمل الوكيل قال حسبونا الله نعمل الوكيل ربما مئتين مرة أنت تعرف ما معنى حسبونا الله نعمل الوكيل يا مجرم يا من أدخلت الناس إلى القبور بوشايتك وأدخلت الناس إلى السجون بوشايتك ودمرت أسر بوشايتك وفعلت الأفعيل بوشايتك ودمرت العمق الجزائري بوشايتك هاي وثائق هنا وهذه الوثائق هنا ومنشورة هذه مش سرية تثبت أنك كنت عامل عند الأمريكان سمعوا قرأ لكم سطرين أو ثلاثة كانت هذه من بين الوثائق التي فضحتها ويكيليكس في 2009 في نهاية 2009 بداية 2010 كما نعرف في نهاية 2009 بداية 2010 إذا كان ذكرتي جيدة استطعت ويكيليكس وهي موقع معاذي للحكومات والأنظمة من كشف ملايين الوثائق الأمريكية من بين هذه الوثائق وثائق الخارجية الأمريكية في وثائق وزارة الدفاع فيه ومن بين وثائق الخارجية الأمريكية كانت وثائق المراسلات المتبادلة بين السفير الأمريكي والسفراء الأمريكيين أينما كانوا ووزارة الخارجية السفير الأمريكي في الجزائر لقينا كاتب حوالي 70 أو 80 تليجرام اللي حصلنا عليه بالمناسبة أغلب هذه التليجرامات رهي في الموقع الانتاعي الخاص أو الشخصي www.mohamdz.com يستطيع الناس أن يجهدوها احتفظنا بها حتى تكون للتاريخ وحتى يعرف الناس من هو من في أحد الوثائق هذه وثيقة ويكيليس صادرة من السفارة الأمريكية بالجزائر العاصمة بتاريخ 28 يناير 2008 الموضوع دعم القاعدة يضع تعامل الحكومة مع لي بالحاج أمام تحديات سياسية خطيرة هذا السفير الأمريكي كاتب رسالة إلى وزارة الخارجية وبعد أن فضحت كما قلنا في ويكيليكس قمنا احنا وترجمنا الوثائق موجودين بالانجليزية من بين ما يقول يقول بالأشياء التي تقول الوثيقة ووفق المحرر الجد مطالع لجريدة النهار ناطقة بالعربية واسمه محمد مقدم محمد مقدم هو الأسم الحقيقي لهذا أنيس رحماني يأمر السفير الأمريكي بإحاطة اسمه بالسرية الصارمة كاتب الوثيقة الكاتب أنتا السفير ومساعد أنتاه يقول أنه السفير أمره بأن يحاط اسم هذا الشخص بالسرية الصارمة السرية الصارمة لا تقال إلا على أولئك الذين يقدمون معلومات وخدمات كبيرة للأمريكيين أنا أنا أقول هذا الكلام أنا في بريطانيا لو منش صادق هو يستطيع أن يرفع وهو يعرف أن القضاء هنا في بريطانيا على حد كبير قضاء عادل يستطيع أن يرفع قضية ضدي وأنا مستعد لذلك هذه الوثيقة هناك وثيقة من ويكيليكس تقول باختصار بسيط أن السفير الأمريكي يأمر بحاطة اسمه بسرية الصارمة ولماذا يا سعادة السفير لأنه يقدم له معلومات ومعلومات 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 بمعنى أنه هذه خيالة هذا جسوس هذا صحفي أو يزعم أنه صحفي يتجسس على الجزائر ويقدم المعلومات للجهة خارجية طبعا الأمريكان من دور السفير هو أن يأتيه الجواسيس ويمضي فيها ودفع إلينا محمد مقدم نسخة من كتاب لعليب الحاج عنوانه فصل الكلام في ظلم الحكام الذي كان قد كتبه اثناء تواجده بالسجن عام 62 والكتاب منتشر بوفرة على المواقع الجهادية ويمكن تنزيله من شبكة الحسبة وهي الموقع الرسمي لتنظيم القاعدة إلى آخر إلى آخر بمعنى أنه أعطله كتاب وقال له شوف عليب الحاج هو اللي رأي يدفع في الجزائريين شباب الجزائري بشيروح للقاعدة ويقول في الوثيقة هذه محمد مقدم وسعاد عزوز وهي أيضا صحفية بجالة النهار أصر على أن عليب الحاج يبقى شخصية ذات تأثير في المشهد الجزائري سعاد عزوز هي زوجة هذا محمد مقدم يعني الزوجة والزوج اللي هم الآن يملكون النهار اللي هي السعيد رها يتبختر بها ويمضي وكأنه سيذهب بعيدا بها ها هي وثائق السفارة الأمريكية تقول بصرح العبار هل هناك قاضي واحد محترم يسمع هذا الكلام ويستطيع أن يتأكد منه كما قلت منشور على موقع ومنشور على كثير مواقع أخرى ومن يريد أن نرسل الله أرسل له هل هناك قاضي واحد محترم في البلاد ولا يقول دعونا نحقق مع هذا الشخص لأن هذه وثائق تدين بالجوسسة وأن الجوسسة في كل شرائع الدنيا ممنوعة ومحرمة هل هناك قاضي واحد هل هناك مسؤول واحد من المخاضرات ومن الشرطة ومن الدرك ممن يلاحقون البسطاء ممن يلاحقون من كتب تعليق هنا أو فعل جيم هناك أو دار شير لصورة هناك هل هناك محترم واحد منكم يستطيع أن يذهب ويقول يقول له نحقق معك هذه تهم خطيرة هل هناك وزير عدل يحمل صفة هذه والاسم هذا حقا ولا يستطيع أن يحقق مع جسوس هل هناك دولة اليوم هل هناك دولة اليوم في الجزائر هل هناك دولة عجبا وتروحوا وتلقوا القبض على البسطاء وشبكة ولست أدري ماذا وا 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 ثم آخر جعلنا طبعا أنا قدمتكم هنا سترين أو ثلاثة لأنه من يريد أن يقرأ فسيجدها وسنضع إن شاء الله في اليومين القادمين عدد من هذه الوثائق على الموقع نحن لا نتحدث من فراغ نحن حينما نتحدث نتحدث بالدليل ونحن نعرف أنها مسئولية بالنسبة لنا كمسلمين مسئولية أمام الله قبل أن تكون أمام الناس ثم أننا في بلدان فيها القانون هي دول قانون أنا أعرف أني لو قلت عليه كلام ليس صحيح ولا أستطيع أن أثبته فهذا يعرضني للمعاقبة الحقيقية وهذا يجب أن يكون أتحداه هو من يكون أن يرفعوا قضية هنا أو في أي مكان آخر فيه دولة قانون أتحداه نحن نتهمك يا محمد مقدم المدعوى نيس رحماني بأنك جسوس كنت ولا زلت بكل أسف وألم إلا حتى يثبت العكس وهذه وثائق نشرت ويعرفها القاسي والداني وهي موجودة على الأنترنت طلع إذن على قناته وبدأ يوزع في الاتهامات وبدأ يوزع في كذا وفي كذا واتهم المحامين قال لك هذو المحامين اللي راحوا اليوم سبعة وخمسين غاضطوا كيفاش فيه سبعة وخمسين يدافعون عن هؤلاء الذين اعتقلوا ظلما سبعة وخمسين قال لك هذو المحامين الموالفين يخذوا بالشكاير يخذوا بالشكاير ويدافعوا على الإرهابيين حتى لو كانوا كانوا إرهابيين لا افترضنا بوصفك لهم بإرهابيين حتى لو افترضنا ذلك فكان المفروض أن تعرف أن الإنسان بري حتى تثبت إدانته وأنه يجب أن يكون لك أدلة حينما نعضع أدلة هنا واتهمك بما اتهمك به فنعضع أدلة أما أن تتكلم من فراغ فهذا لا يجوز له ثم تتهم المحامين يعني هؤلاء المحامين قلت عليهم أنهم 92 هم يدعموا في الإرهاب يعني تقصد مصطفى بوشاشي وتقصد آية العربي وتقصد كل المجموعة التي دافعت اليوم على همسك هؤلاء الآن يستطيعون كقاضي أيضا فإنه المفروض أن يرسل الدرك لاعتقالك وليس أن تكون أنت وفي علاقة مشبوهة مع بلقصير هذا رئيس الدرك اللي بالمناسبة رفعت ضد قضايا الآن أيضا على الأمم المتحدة أن تكون في هذه العلاقات الخبيثة ويعتقل كل من تريده أنت فأنت تضع القوائم هؤلاء المحامين الآن بكل تأكيد أن كلام هو اتهام مثل هذا فهو اتهام خطير وهم يعرفون ذلك ثم ذهب إلى التهديد وإلى قول أن أمير نحن نعرفوك ركب الدوزيامارونديسمون ماذا تعني تهدد أتحداك أن تفعل شيء لأن العصابة التي تحكم البلاد والسعيد الذي يسيرك يرتعد من شيء اسمه فرنسا يرتعدون يرتعبون لذلك حينما قال الأمير في البداية أنهم يتصلون به كثيرين حتى بعض الأصدقاء والمقربين وا 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 ويطلبون منه يقولوا له فقط أخرج من فرنسا فقط قلت له أحذر لأنه باختصار بسيط فرنسا هي الجنة انتاحهم وانتركوا رحت لهم ثم باش دير لهم قلق ولذلك من يريد أن يزعج هذه العصابات المجرمة يستطيع أن يفعل إذا كان في فرنسا من أي مكان في الخارج يرتعيشون لكن في فرنسا يرتعيشون أكثر لأن أموالهم هناك بنوكم هناك نسائهم هناك سهراتهم هناك سكراتهم هناك عبثهم هناك ديسكوتاهم هناك سرقاتهم هناك شركاتهم هناك كل شيء هناك ثم أن فرنسا ما زالت هي القيم على هذه العصابة إخواني سوا الاستقلال سوا نحن في شهر في شهر نوفمبر شهر العظيم بالنسبة لنا كجزائريين شهر الجهاد والاستشهاد لكن للأسف للأسف وبكل ألم البلد ليست في يد الأحرار البلد ليست في يد الذين مات الرجال والنساء من أجل أن تكون في أيديهم البلد في يد أفجر وأفسد وأفسق وأخبث حثالة جزائرية موجودة اليوم هذا هو الأسف وهذا هو الألم هذا هو المؤلم أعطي له قناة يضرب فيها في دعائم دعائم المجتمع الجزائري في برامج انتع نشر الفساد تعميمه 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 وذلك نجي عنه لما نتكلم على شمس الدين رح نذكر بعض الأشياء إذن هذه الخلاصة في آخر تطورات لكن لننتظرها لليوم نقولها لهذا الصحب قناة العار أنت لست إلا أدات لتهديم الأخلاق وتدمير الأخلاق وتدمير المجتمع والعبث به وعندما يكون لمشغلك سواء الداخلي أو الخارجي عندما يعتبرونك ويشوفوك راكلة بردن وليس آسات وليس عبء وليس مكسب ستذهب إلى مزبل التاريخ ستكون أسوأ من كلينيكس هذا هو علمنا التاريخ أن العملاء لا يحترهم أحد أن العملاء يعبث بهم الآخرون ثم يطيشوهم لن تذهب بعيدا لو كانوا قادرين أن يحموا لو كانوا حموه مبارك مبارك كان يسمى الكنز الاستراتيجي لا أقول لإسرائيل وحدها وإنما لإسرائيل ولكل من يدعم إسرائيل وعلى رأسها أمريكا لكنه حينما انتفض الشعب المصري قال له أوباما عليك أن ترحل بن سلمان الآن يقدم لهم كل شيء 450 مليار دولار في يوم واحد أو 460 مليار دولار في يوم واحد أموال بالهبل إلى كل كبراء هذا العالم وميزانيات وجل بريطانيا هنا أصرف أموال ليس لا حدود في أمريكا بلا نقاش أينما ذهب يبعثر مئات الملايين للدولارات ومليارات تذهب إلى الجيوب واللوبيات ومع ذلك وقد أرحي قدم لهم فلسطين على طبق فيما يسمى بصفقة العار أو صفعة القرن مع ذلك قد يخرج ترومب الأسبوع القادم ويقول له عليك أن ترحل وإذا لم يقل له مباشرة فإن الغرب قد اتخذ قرار أنه لن يتعامل مع بن سلمان لأنه فضيع بربري همجي قطع الصحفي المسكين وهو حي ثم أذابه في الأسيد وبالمناسبة لعلكم تذكرون أني في اليوم الثالث أو الرابع كان مثل هذا الجمعة كانت يوم الجمعة أعتقد ستة أو خمسة أكتوبر قلت لكم لا يستبعد أن يكون بن سلمان قد تمت إذابته في الأسيد قلت لكم وانا أشرف قليل من الماء مثل الآن هذا الذي حدث بطبيعة الحال أنا لا أطلع على غيب إنما أفهم هذه العصابات كيف تدير البلدان وكيف تتعامل هم أبشع بكثير أنظمة التي تسمى أنظمة عربية التي تحكم اليوم أبشع بكثير مما تتصورون لا يمكنكم تخيل ما يفعلون في خصومهم والناقدين لهم والمعترضين والمعترضين عليهم لا يمكنكم كنت في 2006 طلعت على ما يحدث في السجون السعودية لا تقل بشع عما يحدث في السجون السورية أو الجزائرية أو 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 المصرية لا يقل بشع شيء شيء مرعب لا تتصورون لا يستطيع حتى نحكيها علماء علماء رجال أفاضل اللي حاهم هكذا علماء بي اختصبوه شيء عندما تحدث عنها شعر بال الغضب الرهيب إذن يا صاحب قناة العار أتوقع لك أن نهايتك قد اقتربت سيرمونك الذي شغلك والذي خدمك سيرميك أنا مرة أخرى أقول للأشخاص الذين يشتغلون في قناته اسمه راهوا اللي خلاق ما يضياش ورأوا لي عندكم كرامة وعندكم أخلاق حد أدنى ما أقولش كرامة كبيرة وأخلاق كبيرة حد أدنى من أخلاقه الكرامة لا تستمروا في قناة العار قناة تهدم المجتمع الجزائر صاحبها ثبت بالوثاق أنه كان جسوس عند الأمريكيين ولست أدري من أيضا لا تستمروا لا تكونوا في قناة وتأخذوا أموال منها وأنتم تعرفون المدى الفساد إلا إذا كنتم أنتم أيضا فاسدون وحتى إذا كنت فاسد فلا تساهم في نشر الفساد أبقى أنت فاسد لا تكون مفسد أنصحكم أنتم تعيدوا عنها أنتم تعيدوا عنها هناك قنوات أخرى هناك أماكن أخرى هناك جرائد أخرى هناك تعيدوا عن هذا أنا أعرف كل ما هو موجود في الجزائر الردي لكن هناك مستويات لا تكونوا من أجل خمس ملايين أو ست ملايين أو حتى عشر ملايين تصبح مدمر لأهلك لوطنك لمجتمعك لا تكون كذلك وربما أختم برغم أن في نقاط أخرى لكن قد أختم لأنني ربما أطلت قد أختم بنصيحة للشيخ شمس الدين المعروف بشمسه اليوم أرسل لأحد الأفاضل المتابعين والمناسبة مرة أخرى قل لي إخواني أنا أشكركم كلكم على رسائلكم لكن من فضلكم أعذروني حينما لا أرد لأني لم أعد أستطيع أن أرد على كل إخواني معدل 300 إلى 400 حيث أكثر من 400 رسالة في اليوم فلم يعد ذلك ممكن على الفيسبوك فقط فمرة أخرى أطلب منكم الاعتذار وأن تتفهموا الوضع لأنني أنا حينما أرد أرد أنا شخصيا يعني قل ممكن خليها لمساعدي أو لكن أنا لا أفضل الرد إلا أن أكون أنا شخصيا يعني في حالات معينة يقوم ضمن مساعدي ببعض الردود شوف يا أخ شمس الدين أنا استمعت لي ردك أرسل لي بعض واحد الأخ كان في حوالي 10 دقائب وأنت رديت علي لما انتقدت أنا فتواك لمن لا يعرف الموضوع أنا انتقدت فتواك بأن قلت لله الجزائرين روحوا زوروا القدس وهاجمت الناس اللي قالوا يحرم زيارة القدس مدامها في يد الصهاينة هجمت منت بقوة لكن أنا حينما رديت عليك عبر موقع عربي 21 كان ردي كان ردي يعني ما فيش تشنج أو فيه هجوم عليك أو أي شيء وأنا أيضا أقدر فيك أن ردك اليوم كان معقولا برغم أنك في الأخير قلت كلمتين أو ثلاثة كانت لم تكن في محله أنت لا تعرف نياتي حتى تقول لو لا خبث نيتك عليك أن أنت حينما تكون هذه اللحية وتكون أنك تفتي وتكون عالم عليك أن تختار كلماتك جيدا خاصة أنت لأنك تلبس عباءة الدين ومن يلبس عباءة الدين عليها أن يكون يختار الكلمات ولأن الناس تتأثر به لكن شوف يا شيخ شمس الدين أنت بكل أسف خلينا نقول لك بعض الحقيقة ربما نقال لها لك شن الناس وأقول لها لك بالله بالصدق وبرغبة وبحب أنك تنظر فيها نصيحة كان سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه يقول رحم الله همرئن أهدى إلي عيوبي شوف يا شمس الدين قبل أن نذهب إلى قضية القدس ما القدس أنت الآن تفتي من خلال قناة قناة العار وأنت سمعتني وش قلت عليها وهي قناة أموالها مشبوهة وعلى الأرجح أنها نهبت من الخزينة العامة صاحبها مشبوه وها أنا أثبت لك بالدليل أنه كان جسوسا وعلى الأرجح مازال وأنت تعرف ما يجري فيها ماذا أنا حي نقول لك أنت لك عارف لك عارف الأشياء اللي تدور هناك والفساد حتى اللي يدخل القناة لك تعرف شوف لماذا أنا حينما سألت عليك واحد الأشخاص أثيق فيهم قال لي هذا الرجل شمس الدين بروبة بدأ بجمعية خيرية في حي بروبة لكنهم أغلقوا له الجمعية وكانت هذه الجمعية تقوم بتزويج الشباب عانة الفقراء ربما إلى آخره أغلقوا له الجمعية أنت أغلق لك الجمعية جمعية خيرية بسيطة تقوم ببعض الخير أغلقوها مثلما أغلقوا عشرات الألات من الجمعية كيف لو كان يا شمس الدين تفكر شوية قليلا كيف يغلقو لك جمعية خيرية لتساعد مئة أو مئتين أو ألف شخص ويعطوك قناة لتأثر في ملايين الناس كيف بعد ما وضعوك في القالب الذي يريدون وهذا القالب الذي يريدون هو قالب تهريش أنت حولت الدين إلى تهريش أنت فتويك فيها كلها ضحك الناس ما يروحوش يسمعوا الفتوى الجزائرين لما يروحوا يسمعوك يسمعوك بش يضحكوا وأنا أستطيع أن أؤكد لك ذلك وكل الناس تستطيع أن تكتب ذلك إذن الجزائرين يذهبوا لكي يضحكوا يعني أنت تستهزئ بالدين تتحدث بالدين وتستهزئ لكي يضحك الآخرين سواء فعلتها قاصداً أو غير قاصد فأنت تعرف أن كل شيء ممكن يمر إلا الاستهزئ بالدين لا يمر الضحك بالدين لا يمر الدين شيء مقدس وأخطر شيء وأهم شيء عند الناس هي العقائد حتى العقائد الغير صحيحة يعني كنت رح عند واحد هندي هندوسي وتسبله البقرة يقدر يقتلك بقرة كي الناس تعبد في إيران كنت رح تمس له الفار يقتلك فما بالك ممن يعبد خالق السماوات والأرض تحولها أنت إلى جلسة تعضحك واستهزاء وا 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 أنت تعرف أن هذا لا يجوز شرعاً هذه واحدة الأمر الثاني كيف تقبل لنفسك أن تكون في قناة قناة عار وفساد وإجرام وأنت تعرف ما يجري فيها وأنت تعرف أن صاحبها فاسد وأنت تعرف أن صاحبها مفسد ومثلا هذا البرنامج سموه مورا الجدران وأنت تشارك فيه برنامج مورا الجدران أكثرهم فبرك وحتى لو كان صحيح يا شيخ شمس الدين وأنت تعرف ذلك أرسل صلى الله عليه وسلم في حديث شريف يقول إذا بوليتم فاستتروا إذا بوليتم فاستتروا إذا واحد ارتكب جريمة إذا واحد رح زنع يصطر نفسه لعل الله يصطر عليه ما يرحش يحدث بها الناس ما هوش واحد يحدث يعني مونع المسلم أن يتحدث في خلال مع عشرة عشرين خمسين هذا القناة ترى يتحدث مع ملايين في الداخل وفي الخارج بمعنى أنها تقوم بنشر الفساد وتعميمه بشكل مرعب وأنت تساهم في ذلك لأن الناس تصبح بالنسبة إليهم إذا عمت هانت حينما تجلس مع ناس كاذبين كذبين جايبين قصص مختلقة وجي واحدة تقول أنا زنبي خالي وفعل بي خالي وكذا وكذا حتى لو كانت القصة صحيحة حينما تقوم هذه القناة بنشرها وأنت بتسكيتها وبالحديث فيها فأنت تنشر من حيث شعرت أو لا تشعر الفساد في الجزائر بدل من أن تحاربوا لكن صاحب القناة لديه استراتيجية وللأسف ليست حتى هو اللي وضحها وعطيت له هذه الاستراتيجية لتدمير المجتمع الجزائري وتشارك فيها جهات في الداخل والخرج أو شاركت فيها فأنت إذن يجيبوك كشاهد يحطوك في الصورة كديكور الشيخ لكي تفتي في هذه الأشياء وأنت لست ربما بغير شعور منك على الأرجح أنك تقوم بتعميم الفساد جابوا وحدك يقولوا ها حملة منخوها الأخرى كانت متزوجة من أربعة رجال أغلب هذه القصص كاذبة ليست صحيحة أغلبها كاذبة وحتى حينما تكون صحيحة لا يجوز نشرها لا منطقا ولا عقلا ولا شرعا لأنها ستعم في البلاد والناس كلهم رح يقولوا إذا كان واحد زناب خطو فليزني ببنت الجار أقل إذا كان واحد زناب بنت خطو ولا بنت خوه فليزني ب بنت صاحبه أقل إذن أنت ركت هين في الموضوع تجعله هين فاحذر من هذا الموضوع بما أننا تحدثنا الأمر الثالث على قضية القدس ما القدس شوف أنا أعرف أن قضية الفتوى في القدس فيها أراء فيها من يقول يجب زيارة القدس وعدم تركها للصهاينة وهكذا نكثر وكذا 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 وأن المسلمين لا يتخلون عنها وانت ركت قلت لو كان كنا في الجزائر الناس ما يتجوش لفرنسا لأن فرنسا حكمتنا لا لا الفرق ما بين الجزائر والقدس فرق القدس ما كان مقدس للمسلمين الجزائر أرض مسلمين لكن ليست مقدسة للمسلمين أو أي أرض أخرى ما عدا مكة والمدينة يعني المقدس عند المسلمين هو مكة المدينة القدس فأنت بدل أن تدافع على فتواك وتقول لا لأن فيه أكثر من رأي أنت ما جبتش أكثر من رأي جبت رأي واحد وهو رأيك ودفعت عليه طيب أنا أقول لك باللي فيه أكثر من رأي لكن أنا حينما انتقدتك انتقدت التوقيت أساسا كان ممكن تقول أن فيه أراء وأن تختلف مع الرأي القائل بعدم جواز الزيارة ولكن في التوقيت تحذر أنت قلت أنه أنك أنت لا تنظر إلى السياسة حينما تفتي هذه كارثة أنك لا تنظر إلى السياسة حينما تفتي هذه كارثة المفتي رأي يوقع بسم الله يعني هو يتحدث ويقول للناس للأتباع للمؤمنين ما هو حلال وما هو حرم ما يجوز وما لا يجوز في دينهم في دنياهم وفي دينهم إذن يجب أن يكون مطلع والعلماء قالوا على أن المفتي ومن يفتي يجب أن يكون مطلع على ما يدور حوله زمانه مكانه الماضي المحيط السياسة التجارة يجب أن يكون منخرط في قلب الواقع حينما تقول أن أنت لم تعرف أن في عهدى خامسة وأنك أن ما عندكش موضوع التطبيع ما التطبيع لماذا اختاروا لك أن تتحدث الآن في قضية القدس ولم يختاروها قبل سنتين أو ثلاثة مثلا لأن يا شيخ شمس الدين اللي وضع لك السؤال كان يريدك ويعرف ما تقول ويريدك أن تقوله وزيادة على ذلك هل تعرف يا شيخ شمس الدين أن عبد العزيز ابو تفليق في تقريبا أول خروج للخارج ذهب إلى جناز الحسن الثاني ذهب إلى جناز الحسن الثاني في جويليا تسعة وتسعين هل تعرف من قابل هناك؟ هل تعرف من؟ ربما لا تعرف أذكرك إلا أن كنت لا تعرف قابل من بين الذين قابلهم يهود باراك وهل تعرف من هو يهود باراك؟ كان رئيس وزراء ما يسمى بإسرائيل قاتل الفلسطينيين وله كتابات يتبجح فيها كيف كان يقتل عندما ذهب له عبد العزيز بوتفليق قال له بلغة انجليزية ركيكة والفيديو موجود وقد نرسله لك كيف يمكن أن نساعدكم؟ كيف يمكن أن نساعدكم؟ أو نساعدك؟ كيف يمكن أن نساعدكم؟ كيف اللي بوتفليقه ممكن أن يساعد القاتل يهود باراك؟ يومها وقالها بلغة كيكة انجليزية وزير خارجية لمدة كثير من 18 سنة لم يتعلم عشر كلمات بالانجليزية قال بلغة كيكة بهدلنا يعني يومها سألت أحد الذين كانوا في الوفد وكان لا زال مقربا مني أو أني مقرب منه صديق قلت ما الذي يجعل رئيسكم ما الذي ذربه على رأسه حتى يذهب ليضع يده في يد القاتل يهود باراك ويطلب منه كيف يساعده يعرض عليه كيف يساعده قال لي والله يا أخويا شوف قال لي والله غير المعلم الكبير قلت له شكون هذا المعلم الكبير شكون قال لي الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي كلينتون أرسلنا رسالة مع السفير الأمريكي في الجزائر إذا أردتم دعم أمريكا يا أبو تفليقه إذا أردت دعم أمريكا فعليك بالتقرب من الإسرائيليين تقرب من الإسرائيليين مفتاح تقرب من أمريكا هو القرب من إسرائيل ولذلك باب أبو تفليقة وقى والتقى إسرائيليين ولو بصهيوني في أمريكا وفي فرنسا وفي سويسرا ثم أرسل وفدا ثم أرسله وفدا قادت خليد مسعودي يومها كانت مازالت تدعينا صحفية إلى تل أبيب وجاءت وكتبت عن إسرائيل وعن 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 حتى كادت أن تقول أننا القبائل وليهود كيف كيف خداعا ومكرا وبعدها بسنة أو سنتين عينها بو تفليقة وزيرة وزيرة للثقافة هد مثلها ما بقي من ثقافة دمرتها إذن وأشياء أخرى هل تعرف أن القيد صالح جلس عدة مرات تقريبا إلى جنب السفير الإسرائيلي وكان يقهقه معه كان بينات فقط السفير المصري في الجلسة الرسمية نستطيع أن نبعث لك الصور ونستطيع أن نبعث لك أشياء كثيرة وكثيرة هذا الذي عرفناه وما لا نعرفه أكثر بكثير إذن يا شيخ شمس الدين لأنت لا تعذر بجهلك إذا كنت تفتي فعليك أن تفهم السياسة وتفهم الواقع وتفهم المنطق وتفهم ما يجري ولا تقول لا تدخل السياسة العلمانية المتطرفة هي التي لا تتدخل في السياسة إذن عليك أن تفهم هذا جيدا حين تفتي لو أريد أن أطيل معك ما زال لدي في نفسي أنك رجل قد تكون فيك خير وأدعو الله أن يكون فيك خير فلم أريد أن أغلد لك الكلام بل تبعت معك خطاب وقول للناس حسنة ما زال أعتقد أن فيك خير فمن فضلك حينما تفتي عليك أن تتعلم وعندما تجهل عليك أن تفهم وتتعلم وأنصحك أخي شمس الدين أن تغادر قناة العار هذه أنصحك ولعلها نصيحة تنفعك في الدنيا قبل الآخرة وما عند الله خير للأبرار حياكم الله يا إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته